أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين جاء الإعلان في أثناء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 المتواصل في سرد وشاد باتيلي بخطط اللجنة العسكرية لإشراك قادة التشكيلات المسلحة في جهود دعم السلام والاستقرار المستدامين وقال إن الليبيين بحاجة أيضا إلى المؤسسات الشرعية ويرغبون في رؤية ثروات بلادهم تستخدم لصالح جميع أفراد الشعب وللمزيد معنا من طرابلس مرسلنا عبدالناصر خالد عبدالناصر إذن اجتماع اللجنة العسكرية 5 زائد 5 حتى الآن ما هي التوقعات بأن يسفر عنه هذا الاجتماع خاصة ما يتعلق بالبند الشائك وهو إخراج المسلحين الأجانب نعم سرمد هي تستأنف بعد قليل اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بين وفدي اللجنة من المنطقة الشرقية وكذلك من المنطقة الغربية بحضور المبعوث الأممي وحتى المراقبين المحليين والدولين لتفاق وقف إطلاق النار ما سيحصل اليوم تحديدا سرمد يمكن الحديث عن استكمال لمصار مسألة إخراج المقاتلين والقوات الأجنبية كيف سيتم ذلك ما هي الرؤية التي تعمل عليها اللجنة منذ فترة وماذا عن رؤية أيضا المراقبين الدوليين كذلك عن مسألة البعثة الأممية ربما اليوم سيتمخذ الاجتماع في ختام اليوم الثاني لاجتماعاته في سرط عن بيان هذا البيان قد يحتمل أن يتضمن مدة زمنية أخرى كما حدث في الاجتماعات السابقة حين حددت اللجنة موعد زمني لإخراج القوات والمقاتلين الأجانب لكن يفترض أن يكون محدد هذه المرة من بعده ربما ستعمل البعثة الأممية على استكمال مسألة خروج المقاتلين والقوات الأجنبية ما يعني أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سيسافر إلى الدول المتداخلة نحن نتحدث عن روسيا القوات التابعة لها القوات شركة باغنر كذلك نتحدث عن القوات التركية المتبركزة في المنطقة الغربية وبالتالي سيبدأ مشاورات فعلية مع هذه الدول لا ننسى كذلك مسألة المراقبين الدوليين إلى حين الانتهاء من مرحلة إخراج المقاتلين والقوات الأجنبية ستعمل أو يعمل فريق المراقبين الدوليين على تثبيت فعلي لوقف إطلاق النار أي منع أي اشتباكات قد تحصل في ليبيا في أي رقعة من البلاد وبالتالي هذا سيعزز ربما فرص أكثر أمام البعثة الأممية لأقناع المتداخلين في أشياء الليبي وفي الأزمة الليبية إلى ضرورة إخراج قواتهما لكن ربما المشكلة والمعوق الأكثر سرمد بحسب المراقبين والخبراء العسكريين قد تمتنع فعليا تركيا عن سحب قواتها خاصة أن تركيا أعلنت أكثر من مرة بأن ما جرى في ليبيا هو اتفاق شرعي قانوني مع السلطات الليبية وبالتالي وجود قواتها في ليبيا هي لغرض التدريب والتطوير وبالتالي ليست قوات كما تصنف الأخرى قوات متداخلة في الأزمة الليبية وإنما هي جاءت بهدف فرض الاستقرار بهدف دفع الليبيين للاتفاق على العملية السياسية وإذن منع أي اقتتال في المستقبل وبالتالي حتى دعم العملية الانتخابية هكذا تقول أنقر أكثر من مرة بأن قواتها متواجدة لأجل إتمام العملية السياسية ونجاح الليبيين في الوصول إلى العملية الانتخابية كذلك سرمت في إشارة أخيرة في انتظار أن تستكمل كذلك المشاورات الثلاثية في القاهرة على ما يبدو ستتجه أو يتجه الأطراف الثلاثة نتحدث عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب وخليفة حفتر إلى إعلان مبادرة كشكلية كخارطة طريق للوصول إلى الانتخابات عبر دعم استكمال قاعدة دستورية كذلك المسار الأمني ونحن نتحدث عن ما يرتبط باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة كذلك الفصل وبشكل نهائي في أزمة السلطة التنفيذية من طرابلس مرسلنا عبد الناصر خالد شكرا جزيلا لك